بالبداية نشكر سمو ولي العهد على زيارة الميمون إلى الغرفة وأشلت صدورنا بزيارته هذه بيعطينا هذا الخبر بإلغاء الفيز المرنة طبعا الفيز المرنة إحنا اليوم في الغرفة والشارع التجاري والقطاع الخاص نظر إلى تحديات والمشاكل اللي أفرزتها هذه الفيز المرنة عدد العمالة الغير نظامية والفلكسي كبير جدا تقارب إلى المائة ألف إحنا اليوم بهذا كون لنا سوق سودة سوقين سوق متنظم سوق أسود وفيه هناك طبعا ولدت هذه القضية منافذ سقير متكافئة وغير عادلة بين التجار طبعا التاجر يدفع سجلات تجارية يدفع أجارات مكاتب ويدفع هذا ولكن هذه العمالة تعمل خدمات من دون ما تدفع أي شيء وهذه الزيارة بالنسبة للغرفة زيارة مهمة جدا لنتبين اهتمام اسموها بكيان مهم لمثل قطاع خاص ولمثل الشارع التجاري كان زيارة مهمة لأنها كان فيها تنفيذ هذه الكثير من القرارات الحمد لله اللي أثلجت الشارع التجاري منها ملف يعني عدة ملفات يمكن حوالي أربع ملفات يمكن أبرزها اللي وضع في الصحافة هو إلغاء التأشير المرنة نحن نشكر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس وزراء على هذه القرارات اللي كانت هي تصحيح لما كان موجود سابقا وأيضا إلغاء الفيزا المرنة هذا كان مطلب ومطلب قديم كان شراكة ما بين غرفة تجارة وصناعة البحرين أيضا كمجلس النواب وهذا يعني راح يكون لأثر الإيجابي أن تكون فيه منافسة عادلة لشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لها كانت تعاني معاناة كبيرة من هذه العمالة وأيضا هذا تصحيح حق العمالة النظامية اللي راح تكون يعني تشتغل في مهن هي تفهم فيها وتكون لها علاقة فيها هذا القرار طبعا بعد صدوره أمس كان يعني قرار جدا إيجابي وقرار مهم ويا في وقت مناسب وهذا كان مطلب شعبي وليس مطلب اقتصادي فقط الكل كان مستاء من هال مشروع الفيزا المرنة وعاليتها كانت سلبية جدا أثر بتأثير كبير على أصحاب المؤسسات المتوسط الصغيرة مما أتى أنهم طلعوا من السوق فاليوم نعيش لحظة استرجاع الثقة في السوق وعملية هذه عملية تنظيمية ممتازة بحيث أن نحن نقدر نطور وفي وقت صائب ونشكر سمو ولي العهد على هذا القرار الإيجابي اللي فاجعنا فيه أمس والحمد لله يعني الكل أمس كان سعيد ومرتاح يعني ليش لأن القرار ذي كان يمس رزق المواطن مش بس قرار اقتصادي فقط إنما كان يسيء إلى أرزاق الناس الأصحاب الأعمال التجارية المتوسطة والصغيرة ذلين أثر عليهم تأثير كبير جدا شكرا شكرا شكرا